أخي خلف خالد بن الوليد ومالك بن نويرا نعم مالك بن نويرا هو صحابي وهو من نسل معد بن عدنان يعني ينتهي نسبه إلى معد بن عدنان عدناني يعني ينتهي نسبه مثل نسب النبي محمد وقريش اللي صار أنه يعني نحاول نختصر يعني ونعطي الزبدة قرأت أنا في السيار في التاريخ الإسلامي أو سيار علامة نبلاء وهو يعني نفس الكتاب ولكن بصياغة أخرى كان صاغها الإمام الذهبي التاريخ الإسلامي من كتاب السيار قصة مالك بن نويرا وقوم مالك بن نويرا قال إحنا يا جماعة إحنا معنا إحنا مش كفرة ومسنا مرتدين طبعا ساق لما وصل الخبر للذكر أنه يعني جماعة أو قبيلة مالك بن نويرا لم يعودوا يعني يعطوا العطيات أو الزكاة يعني وارتدوا سماهم عمر بكر مرتدين مع أنهم لم يرتدوا يعني مسلمين ومالك بن نويرا صحابي فلفقت لهم أنا أقول لك لفقت لهم تهم لتبرر مقتلهم أنهم كانوا قوم أصحاب صوابق وأعمال مكفرة ولهم صوابق غير جيدة أو من هالمبررات أنه تبرير لمقتل لأنه يعني جريمة يعني من وضاعتها يعني رح أقرأ لكم يعني مش رح أقرأ لكم يعني رح أحكي لكم الضبط شو اللي صار وإذا رح أستعين في ذكر أسماء يعني حتى أنا أنقل بنقل بشكل يعني أمانة بأمانة حتى ما حدا يقول أنت بتخربط أو نحو هذا الكلام فاللي صار أنه جاء بعد ما جاء الخبر لأبو بكر بعث جيش على رأسه خالد بن وليد فبعثوا ما صارت معركة هي يعني أهددهم منها حاصرهم خالد بن وليد وأنه يعني سلموا أنفسهم قال إحنا مستسلمين أصلا إحنا مستجايين حارب بمعنى الكلام يعني يقول إحنا مستجايين حارب إحنا مستجايين نفهم بس إنه كنا نعطي الزكاة للنبي محمد على أنه نبي محمد نحن نعطي الزكاة لأبو بكر عليه أساس وإيش بجينا من الحكي هذا؟ بدي يفهم يعني الرجل فاللي صار إنه تم أسرهم أسر هؤلاء الناس ولما جاءوا يعني لما كانوا جماعة الأسرة لحظة فنقرأ يعني الأسماء من الصحابة يقول كانت وصية أبو بكر أن يؤذنوا إذا نزلوا منزلا فإن أذن القوم فكفوا عنهم يعني صار معركة إذا حربتوهم وإن الجماعة استسلموا كفوا عنهم وإن لم يؤذنوا فاقتلوا وإن أجابوكم إلى دعاية الإسلام فاسألوهم عن الزكاة فإن أقروا فاقبلوا منهم وإن أبوا فقاتلوهم فجاءت خيل خالد بن وليد بمالك بن نويرة في نفر من بني ثعلبة بن يربوع فاختلفت السرية فيهم وكان فيهم أبو قتادة وهو صحابي فكان في من شهد أنهم قد أذنوا وأقاموا وصلوا فلما اختلفوا أمر بهم فحبسوا في ليلة باردة لا يقوم لها شيء فأمر خالدا مناديا فنادى ركزهم طبعا هذه اللي هي التشفيرات في الكلام خالد الوليد في قلبه شيء يعني أبو بكر في قلبه شيء يريد أن يبيد هؤلاء القوم انتهى وخالد الوليد في قلبه شيء يريد أن يستغل هذه الحادثة قال فنادى مناديا يعني أمر خالد أن ينادي مناديا أدفئوا أسراكم وهي في لغة قبيلة كنانا القتل وكنانا قبيلة خالد فظن القوم شوف فظن القوم أنه أراد القتل ولم يرد إلا الدفئ فقتلوهم فقتل ضرار بن الأزور مالكا وتزوج خالد ومتميم امرأة مالك هنا المربط القصة خالد الوليد كان يشتغل نعم؟ أنا لم أقول شيء نعم فخالد الوليد كان يشتهي كان يشتهي زوجة مالك بن ويرا كانت امرأة وضاءة وجميلة وفي روايات أنه رآها مرة فنظر مالك بن ويرا إلى زوجه قال أنت لقد قتلتني يعني ينظر مالك بن ويرا إلى زوجه قال لقد قتلتني أن أنت راح تسبب لي في قتلي وفعلا لأنه عارف يعني فهو إجاب بزوجته لا يعني لا لا بدون عقد زواج ولا شهود ولا شيء ولا شيء ولا شيء وبنفس الليلة أخذها وامتطاها في رواية أنه وامتطاها امتطا زوجته زوجة مالك بن ويرا طبعا موضوع أنه وضع رأسه هذا شيء آخر وضع رأس مالك بن ويرا وفي شيخ مهسر مجنون يعني بيحكي بكيف ورأت سيدنا خالد وسيدنا خالد وسيدنا خالد عام فعل كذا وسيدنا خالد فعل كذا شيخ موجود فيديو شهير جدا بيتكلم وبينص على الناس بيتكلم عن الموضوع وكأنه شيء قصة يعني ألف ليلة وليلة وبممسوطين وبضحكوا يعني عرفت كيف فبضع رأس رأس مالك بن ويرا يعني هم في العادة لما يحطوا القدر على النار يضعوا ثلاث أحجار يضعوا ثلاث أحجار فوضع خالد موليد حجرين وكان رأس مالك بن ويرا هو الثالث فوضع القدر على حجرين وعلى رأس مالك بن ويرا وأوقد النار في رأس مالك بن ويرا ووضع لحم داخل القدر يستوي على هذه النار بس عندي سؤال هون أخوي خلق يعني المشكلة فيه فيه فهم خاطئ ما بعرف فهم خاطئ أو صحيح أنه خالد بن ويرا هو طبخ رأس مالك بن ويرا وأكل منه يعني هو أنا سمعت نفس زيك هيك أنه فيه ناس بتقول أنه ما بعرف أنا لم أقرأ صراحة لكن اللي بعرفه أنا أنه وضع رأسه لم يضع رأسه في القدر وضع رأسه كحجر تحت القدر يعني وضع الرأس كثالث حجر نادل ماذا ماذا يطلق عليه اسم شو الأسماء يطلق عليه لأنما وضع رأسه وكان كثيف الشعر كث الشعر وكثيف الشعر واشتعل لدرجة أنه اشتعلت النار في الشعر فترة يعني مدة زمنية حتى يعني لم يعد هناك شعر ليحترق وبدأ الماء يغلي على اللحم داخل القدر نحروا جزور ربما وبدأوا بأكل اللحم ورأس مالك بن ويرا يحترق مع النار ثم زوى ويقول لك فزوى بأم تميم امرأة مالك قال أنه الغاية ما يقول علماء عن قصة مالك بن وراء أن خالد بن وليد تأول فأخطى شف يعني السفالة يعني السفالة في إجرامها أو الوحشية فيها أو يأتي الوحشية والسفالة مما يسمى علماء المسلمين خصوص أهل السنة والجماعة ليبرروا الجرائم يقول لك التأول فأخطأ معاوية تأول فأخطأ وعلي بن أبي طالب تأول فأصاب عبدالله بن زياد وكيف أنه قالت اجتهد فأخطأ وأن يا زيد اجتهد فأخطأ وكلها اجتهدت فأخطأ وله أجر وله نصيب في الأجر له نصيب في الثواب الاجتهاد أنه خلص مأجور يعني هذا، بدك تترضى عنه فاللي صار أنه طبعاً عمر الخطاب وصارت مناظرة يعني بين نوع من النقاش الحاد بين أبو بكر وعمر الخطاب وكان على فكرة يلغض بعضهم حتى في أيام محمد كان يلغض بعض نعم نعم أنه حتى اختلف أبو بكر مع عمر في مسألة وارتفع أصواتهم عند محمد وفي آيات قرآني أنه محمد قال دوشتوني أنت هاوش بعيد عني ولا تقدم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي رسول الله في آية في صورة الممتحنة كأنها أظن في صورة الممتحنة أنه لا تقدموا بين يدي رسول الله ويا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي أن تحبطوا عمالكم الآية آخر قبلها اللي هي في أبو بكر وعمر وقرأ بمناسبة ما يسمى نزولها وأنه كانوا مختلفين بين معظم وكانوا يعني منوع من التنافس بينهم فلما آلت الأمور لأبو بكر أراد أبو بكر أنه يجعل يعني لأبو بكر سابقة أنه هاينا شيء خليتك خليفة هاينا باعتك خليفة بس تخليني خليفة من بعدك فكانت الوصية من أبو بكر إلى عمر مباشرة وصل إلى عمر أنه الخلافة إلى عمر خطاب فلما جاء خالد الموليد وآثار الدماء عليه يعني اللي هو العلق علق الدم على درعه والسهام والنشاب حاط السهام والنشاب على عمامته من باب التفاخر أنه قتل يعني وجزر في الناس فيأتي عمر خطاب ويقول لقد زنه يجب أن تقيم عليه الحد لقد قتل رجلا مسلما وزوى بمرأته فبيقول أبو بكر ما كنت لأقتل طبعا هنا الخلاف تجل الخلاف أبو بكر مع عمر كيف أنه لا ما كنت لأقتل رجل سيفا سله الله على رؤوس الكافرين المرتدين لاحظ الإجراء الإجرام الفكري والإجرام اللفظي والإجرام الفعلي والإجرام العقائدي وكل إجرام بكل مقيس هنا تتجلى مظهر آخر من مظاهر الإجرام عند الصحابة بدلة الإجرام الصحابة انقلبوا على بعض أخوي جان يعني اللي ينكر هذا الكلام مكابر أنت لو كانت تخرج إلى الشارع في ساعة الظهيرة والشمس في كبد السماء ساعة الزوال وأنت تنظر للشمس وتقول لا لا يجد ثم شمس تنكر الشمس وهي في عز النهار اقرأوا سير الصحابة كيف؟ لماذا الصحابة قتلوا بعض؟ قتلوا بعض لأنهم أصلا هم قلوبهم مغشوشة لأن الدين بنى على غش بني على دماء بني على إجرام بدوا يكون أتباعهم ناس عندهم بدرة الإجرام بحيث لما ينفذوا التعاليم الإجرامية لا يترددوا ولا يترددوا إلا مرة ترددوا في موضوع سبايا أطاس إنهم يعني قال إنه إحنا إنه كيف إحنا بدنا نواقع نواقع سبايا أطاس نساء لهن أزواج لا زالوا على قيد الحياة ولهن أبناء كيف ننجامح يعني أو كيف نمارس الجنس معهم هن لا زالا على ذمم يعني على علاقة أو على علاقة زوجية مع رجال آخرين ومعروف أنسابهم ومعروف أحسابهم وأنسابهم فأجى محمد مباشرة مباشرة ألف لك هالآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم قال فبها استحللنا فروجهن ما كذبوا خبره راح مباشرة واقعهم هاي تكميل مكارم الأخلاق طبعا يا سلام شوف شوف النور كيف يشع من وجهي شوف شوف كيف الأنوار كيف الهالة الهالة النورانية حول ما أتكلم بها السيرة هذي ناس ناس مضروبة عروصة يا رجل يا سلام